إذن ما بعد هذه الوقفة مشاهدين الكرام أيضا نخصص مساحة لموظفي الدوائر الحكومية نعم تسعى الدوائر الحكومية على سقل مهارات الموظفين في الإدارات لذا تقدم دائرة الموارد البشرية العديد من الدورات التي تنمي مهارات الموظفين وضمن تلك الدورات الاستراتيجية الاتصال الفعال لدى الموظفين اتجاه المتعاملين وبتأكيد سنتابع معكم تفاصيل أكثر في التقرير التالي نظمت دائرة الموارد البشرية فارع مدينة كلباء البرنامج التدريبي بعنوان استراتيجيات الاتصال المؤسسي الفعال لفئة الباحثين عن العمل وخريجين العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بتقديم الدكتور حسن الضافري أخصائي جودة وتميز واتصال مؤسسي طبعا من خلال الاتصال المؤسسي نرضي الجمهور نحل الشكاوى ناخذ الاقتراحات وفي أشياء كثيرة وطبعا الاتصال المؤسسي هو مرأة دائما للمؤسسات ويعكس طبيعة المؤسسة وفعاليتها وكفاءتها وهذا اللي نحن نباها إن شاء الله نوصل للإخوان في هذه الدورة بحيث أنه يكونوا عندهم قدرات كبيرة إن شاء الله يوم يتوظفون أنه كيف ممكن يديرون الاتصال في مؤسساتهم لأنه في النهاية كل موظف في أي دائرة أو مؤسسة حكومية هو شخص يمثل المؤسسة وعنده قدره أن يتواصل مع الآخرين بشكل فعال وهذا اللي نحن نباها دائما في مؤسساتنا بحيث أنه يكون فيه تميز فيه ريادة فيه جودة وفيه سمع طيبة للمؤسسات إن شاء الله الحكومية حتى والخاصة تضمنت الدورة محاوراً عديدة ومختلفة منها تعريف الاتصال المؤسسي الفعال أشكال الاتصال وأنواعه أدوات الاتصال الفعال وكذلك استراتيجيات التواصل المؤسسي يهدف البرنامج في تمكين المشاركين من تعريف الاتصال المؤسسي تطبيق تقنيات وأدوات مختلفة لتنفيذ التواصل الفعال كما يهدف إلى تمكين المشاركين في تخطيط وتنفيذ برامج وحملات للاتصالات المؤسسية داخلياً وخارجياً وتحديد واستخدام مجالات متخصصة فيها وتوظيف التواصل المؤسسي في التطورات التنظيمية الجديدة إذن مثل ما تابعنا معكم في هذا التقرير من استراتيجية الاتصال الفعال لدى الموظفين إلى التواصل في الأسرة تعتبر وسائل التواصل بين الأفراد عامل مهم للاستمرار في هذه الحياة وتعد الأسرة هي اللبنة الأولى التي يعمل عليها الأفراد في تعلم المهارات والتواصل مع الآخرين وأيضاً تختلف الأساريب الخاصة للتواصل حسب المكان والوقت في احتاج الأبناء والآباء إلى التعرف على هذه الطرق المثلة والحديثة في التواصل مع بعضهم البعض لتكوين شخصيتهم وتعليمهم أسلوب التخاطب الحديث أكثر عن التواصل الفعال مع الأبناء أرحب بضيفه في الستوديو الدكتور سعيد الطنيجي وهو مدرب ومستشار تنمية بشرية صبحك بالخير دكتور صبحك بالخير حياك من الله حياك الله الله يحفظي كبار شيء إذن كنا نتحدث عن التواصل الفعال مع الموظفين في الدواء الحكومية ولكن هذا أيضاً ينعكس علينا في البيت وفي الأسرة نتحدث عن هذا التواصل يعني البعض يعتقد بأن التواصل ما بين الأسرة يجب أن يكون عفوي ولا يجب أن نتعلم بعض الأساليب لأنه سيكون شيء من التمثيل أو شيء المصطنع ما بين الأخوان أو حتى الأهل في الأسرة ردك على هذا الأمر ونتعلم منك التواصل ما بين الأسرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بداية أخي الفاضل عملية التواصل أولاً هذه الأسرة أو هذه الكينونة كما تبضلت للبداية هي اللبنة الأولى لبناء المجتمعات بلا شك هذه اللبنة إن صلحت صلح هذا المجتمع وإن فسدت فسد هذا المجتمع لذلك هناك لا توجد ما يسمى بعلاقة تختلف عن علاقة أخرى علاقة الأمل هي تماماً كعلاقة الأسرة فإن كانت العلاقة في الأسرة جيدة انتقلت هذه العلاقة والتعامل مع الطرف الآخر بشكل سلس إلى الوظيفة أو إلى العمل فلذلك نحن اليوم دائماً نركز في هذه اللبنة هذه الغراس الأول الذي من خلاله يتعلم هذا الموظف في طفولته كيف يكون إنسان متصل جيد مع الآخرين لذلك نحن اليوم لو تحدثنا عن هذه الأسرة هناك ثلاث علاقات يجب أن تفعل ثلاث علاقات يجب أن تفعل أول حاجة العلاقة مع الذات ثم العلاقة بين الزوجين ثم العلاقة مع الأبناء كل هذه العلاقات الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً كيف؟ أولاً لو نأتي للعلاقة مع الذات الزوج والزوجة عندما يكون علاقتهم مع ذواتهم قوية وهنا عندما نتحدث عن الذات لا نتحدث فقط عن النفس لأن كثير من الخطأ يقع عندما تسأل إنسان ما هي ذاتك؟ يقول هي نفسي النفس هي جزء من الذات جميل لذلك لا بد أن نفعل هذه الذات بطريقة واضحة و بطريقة جيدة إذن الذات أعم الذات هي شخصيتك أنت من؟ لذلك دائماً أنت لما تجلس مع الناس ويقول لك أنت منو؟ والله أنا فلان الفلاني أحمل شهادة كذا و عندي كذا و عندي تفخر بإيش؟ تفخر بذاتي لذلك يقال تنمية الذات تنمية الذات هذه العلاقة الأولى لما يتزوج هذا الشاب وهذه الشاب التي عندهم ذات قوية تبدأ العلاقة بينهما نوعية العلاقة بين الزوج وزوجتها تؤثر سلباً على علاقتهم مع أبناءهم فيما بعد إن كانت العلاقة بين الزوج والزوجة علاقة حب اتضح ذلك على علاقتهم بأبناءهم و هنا نقطة لابد أن نوضحها لأنها مهمة جداً في علاقة ما يسمى بالحب كثير مننا لا يفهم معنى الحب لا معنى كلمة الحب الحب نوعين هناك الوقوع في الحب وهناك الحب كثير مننا هو يقع في الحب و يفكر أنه هو يحب وهذا مفهوم خاطئ صحيح الوقوع في الحب قد يتم لمدة سنتين تقريباً طبعاً يعني بداية الزواج لمدة سنتين هذا كله وقوع في الحب جميل إن لم يثبت أو تثبت أركان هذا الحب تلاشى فيما بعد يا سلام كيف يتلاشى؟ إجتنا أول مشكلة الولد أو البنت البيبي الصغير هذا جميل ما عرفنا كيف نتعامل وياه أو بعض الزوجات بلا علم منهم يتركون الاهتمام بالزوج ويأتون للاهتمام بهذا الولد صحيح الزوج يريد الاهتمام الزوج يريد الاهتمام الأم تهتم بهذا الطفل فيبدأ الزوج تدريجياً يبحث عن من يهتم به أو هو يهتم بماذا؟ مثلاً يذهب للأندية يذهب للمولات يذهب للجلسات ليش؟ لأنه ما وجد الاهتمام السابق من هذه الزوجة فيبحث عن اهتمام آخر ممتاز هذه الأسرة وهذا التكوين الأساسي دكتور عندما تتحدث عن الحب وتنطق هذه الكلمة تتلعثم كل الكلمات من بعدها ولكن نرى بأن الحب هو أساس لهذه الحياة حبك لوظيفتك حبك لأسرتك حبك لزوجتك لأي كان لكل ما تقدمه لمهارتك لذاتك فنتحدث عن هذا الأمر هناك على ما أعتقد البعض يصنف بأن التعامل مع الأسرة يجب أن يصنف إن كان عقلاني أم عاطفي وهذا على ما أعتقد التصنيف لأربما يشتت ويضيع هذا الأنسان لأنه على أعتقد ما في مفرد بأنه نحن نفصل ما بين الأثنين واذا رأيك دكتور جميل جدا المفهوم العقلاني والمفهوم العاطفي ما هو المفهوم العقلاني وما هو المفهوم العاطفي المفهوم العقلاني هو أن يتعامل الرجل مع أبناء أو الأم مع أبناءها بالمنطق كيف يعني بالمنطق أن هذا الولد لابد أن يربى بما أريد وأن أربي ابني بما ربيت عليه بمعنى أني أنا اللي تربيت عليه سابقا لابد أن أربي ابني فيه وهذا المنطق منطق خاطئ تماما المنطق العاطفي هي العاطفة في التعامل بين الطرف الأب والأم والأبناء وهذا هو المراد وهذه هي تربية الرسول صلى الله عليه وسلم أخي الفاضل هناك انتقامين عندنا في البيت انتقامين نوعين من أنواع الانتقام انتقام الأب من أبناءه وانتقام الأبناء من أبائهم كيف يتم ذلك هناك الأب المتسلط الأب المتسلط هو الذي دائما يعامل أبناءه بجفاء يعني لا تجد القبلة لا تجد الحضن لا تجد الكلام الطيب لا تجد كلمة شكرا إذا آمر على هذا الطفل يأمره وكأنه ولي وصي عليه صحيح افعل ذلك مش لو سمحت ممكن تفعل ذلك فتجد أن هذا الأب المتسلط يعامل هذا الأبن بهذه المعاملة يكون عنده عذر دكتور يكون عنده عذر أني أنا ربيت بهذه الطريقة بالضبط أنه عذره أني أنا أقول ما قيل لي صحيح وأفعل ما فعله بي لذلك هو يطبق هذه التربية على أبناء فهذه التربية على الأبناء هذا الطفل لا يتقبلها الآن في ظل المتغيرات الموجودة عندنا اليوم فيسعى الطفل لأن ينتقم من الأب والأم نعم كيف ينتقم منهم كيف هناك نوعين يعني هذا الطفل يتفند بنوعين إما أن يكون طفل معادي يضرب يبكي يحاول أن يضرب أمه يضرب أبوه ونتمنى جميع الأطفال بهذه الطريقة جميل يعني الانتقام ليس بشرط بأن يكون مباشر ليس مباشرا ولكن بما يفهم هذا الطفل بتأثيره نعم وهناك انتقام آخر بأن ينطوي وينزوي هذا الطفل في زاوية معينة وهذا شر كبير جدا على هذا الطفل لأنه باكر في المستقبل هذا لا يمكن أن يكون قيادي صحيح هذا راح يظل طول عمره في هذه الزاوية منعزل لذلك نحن دائما نقول إذا شفت ولدك يبكي ويصرخ ويضرب وهذا معناته أنه فيه نقص في التربية يا أب ويا أم أنتوا ما أعرفتوا تربون ولدكم بالطريقة الصحيحة قاعدين تربون على تربيتكم أنتوا يجب أن ننزل لمستوى هؤلاء الأطفال يا سلام طيب دكتور هناك متغيرات في الحياة يعني لا بد بأننا نذكرها ولا يجب أن نغضو الطرف عنها لأنها موجودة ومتعمقة في حياتنا وفي كياننا وفي بيئتنا حتى البعض يقول من أولياء الأمور أنا أتحدث بأن الحياة طورت واختلفت وأصبح الفرد والإنسان يتعلم بنفسه لا يوجد أحد يقول لك حتى الأطفال والأبناء يتعلمون بنفسهم عندهم أجهزة وعندهم محركات باحث وعندهم مدرسة وعندهم أمور كثيرة جدا يتعلمون بنفسهم ما ينتظرون الأب أو الأم يعلمونهم جميل أبا ردك على هذا الولي الأم جميل جدا أخي الفاضل خلنا في دراسة أجريت في الكويت لمدة تقريبا أربع سنوات جميل شو أكثر الأشياء اللي تخلي الإنسان المسن مكتئب الشخص الكبير بالعمر يكون مكتئب في حياته شو؟ مع أنهم وجدوا أن الأبناء يرعونهم يجيبون لهم يسوون لهم ممخلين يصير عليهم جميل الأدوية كل هذه الأشياء موجودة ممتاز ولكن هناك شغلة وحدة ناقصة وهي عدم الكلام معهم عدم التواصل معهم أو أخذ بشورهم الحديث معهم لفترة طويلة ممتاز ولما رجعوا للأسباب الأولى وجدوا أن هذا الأب لم يجلس يوما مع أبنائه في البيت ترك هذا الموضوع الذي تفضلت فيه أنت التلفزيون الجريدة الآيباد مش عارف إيش وتركوا الحوار لذلك نقول لكل مسن أو لكل أب إن أردت أن يرعاك ابنك وبنتك في الكبر فعليك برعايتهم في الصغار صغار صحيح اجلس معهم اتكلموا إياهم حتى لو كان ماسك الآيباد شاركه شارك هذا الآيباد طبعا شاركه في كتاب حاول أنك تقرب لك من خلال الحديث بعد المدرسة جميل أنت شو اليوم في المدرسة ستصار معاك شو أخبار معاك في المدرسة كيف اليوم كان يومك الدراسي إذا خرج الولد براء البيت بابا شفت اليوم براء من الناس اللي التقيتوا يهم حاول قدر الإمكان أن تكون مع أبنائك في الصغر ليكونوا معاك في الكبر جميل لأنك أنت في الكبر تحتاج من يجلس معاك وفي دراسة كذلك أجريت على العامل النفسي المهم لأي رجل راشد هو العلاقات عندما تكون علاقات قوية مع الناس وخصوصا بيتك تكون سعيد وتكون حياة سعيدة يا سلام طيب أردك دكتور على أحد الأشخاص اللي عرفهم أنا عدل يقول والله هنا يليس مع عيالي وما أقصر معاهم من البنات والأولاد ولكن ما أفهمهم يعني أقعد معاهم في الساعات في بعض الأحيان ونطلع ونروح ونرجع وأتبادل حديث معاهم لكن حاولني أفهمهم ما أقدر ما أقدر أوصل لعقليتهم ما أقدر عرفهم شو يفكرون من خلال كلماتهم أو حتى قصصهم اللي يقولونها حقي جميل كيف كيف يمكن أن نحن الرد على الناس هناك كلمة مهمة جدا للأسف الكثير لا يعرف معناها ويخلطون بين في كلمتين الفهم والتفاهم جميل هذا الرجل قاعد يتفاهم مع أبنائه هو لا يفهمهم صحيح هو لا يفهم لغة الحوار اللي ممكن تكون بينه وبين الأطفال فلذلك هو يتفاهم معهم يلبي ما يريدون يساعدهم ولكن للأسف هو لم يفهمهم أولادك شخصيات ممتاز لكل شخصية مفتاح ممتاز إن لم تجد هذا المفتاح لن تستطيع أن تتفاهم معهم يا سلام لذلك عليك أولا بالقلب ثم العقل يا سلام نحن في العلاقات عشان أحبك وتحبني لازم أدخل قلبك أول شيء طبعا عشان تاخذ مني كل ما أريد لا بد أن تدخل قلبي ثم تصعد إلى عقلي نحن للأسف يعني قاعدين نعمل هذا الطفل بالعقل ما ندخل في قلبه والله وبالله لو دخلنا قلوب أبنائنا لفهمناهم ولا أطيناهم ولا أخذنا ما نريد منهم لذلك أول حاجة ادخل إلى قلب ابنك ستصل إلى عقله ليس الأكس يعني لا تتفاهم معه بالمنطق بالعقل ولكن أول حاجة ادخل لقلبه ستجد كل ما تريد وستعطي كل ما تريد يعني التأثير الأكبر عند الأطفال والأبناء بشكل عام هي العاطفة ليس الأبناء الصغار لكل صغارا وكبارا صغارا وكبارا إن لم أحبك لن أعطيك ما تريد يا سلام إن لم أحبك لن يعني يكون هناك نوع من الحوار والتفاهم فيما بينه وبينك جميل وعندما نتحدث عن الحب هي علاقة ليست شرطا أن تكون بين إنسان وإنسان صحيح وإنما بين الإنسان وكل ما خلق الله صحانه وتعالي دكتور أبا تطرق معاك أيضا لنقطة جدا مهمة يمكن عانى منها بعض أولياء الأمور لربما تأخر في كيفية التواصل مع ابنها أو خلق هذا الحوار أمام بينهم يعني ابنها الآن أصبح شاب فبالتالي يقول أنا تأخرت والحين من الصعب تغيير قناعات أو تغيير أفكار لدى الشباب يعني مثل ما نعرف دكتور الشباب بالذات فئة صعبة أنك تغير أفكارهم أو تغير شيء تقدوم بأنه هو صحيح مهما تكلمت ونصحت فبالتالي يقول كيف تعامل مع ابني التي تأخرت بالتواصل معه سيد الفاضل لا يوجد حاجة اسمها تأخرت هذه كلمات نحن خزلناها في عقلنا اللوائي ومشينا فيها ولدي كبر بنتي كبرت كيف أتفهم معهم يعني ما قدرت أني أنا سابقا أني أنا أهيي لهم الجو الطيب والجو الجيد للتفاهم نقول لا يوجد هناك ما يسمى بالعمر الفائط وإنما لكل مرحلة تعامل عمر الإنسان يمر بمراحل الطفولة لها أربع مراحل والمراهقة لها أربع مراحل والرجولة لها أربع مراحل لذلك إن فاتتك المرحلة الأولى عليك بالثانية وإن فاتتك الثانية فعليك بالثالثة لكل إنسان نوعية من التفاهم في البداية المرحلة الأولى هي عملية الزرع عملية الغرس البداية التي هي من السنتين إلى خمس سنوات اغرس فيهم إن لم تستطع في هذه السنة وهذه المرحلة أن تكون موجود فأليك بالسنة الثانية وهي عملية التفاهم والفهم بينك وبين هذا الولد أو هذه البنت كيف أغرز فيهم أنا هذه القيم اللي ما لحكت أني أغرزها في المرحلة الأولى تفاهم مع ابنك وأعرف شخصيته لا تحاول أن تبعد ابنك عنك بمسافات لأنك مشغول في الحياة إن أراد شيء لبله هذا الشيء لأنك إن لم تلبيه سيلبيه غيرك ولكن المراحل اللي فاتت دكتور ألا تتحول إلى فجوات بعد ذلك إن استطعنا أن نعرف كيفية الدخول في المراحل القادمة بالأكس سيكون الحب والتفاهم أكبر وأكبر من ذلك ولكن هناك شرط بسيط جدا على كذلك الأم هي الآن في هذه المرحلة الأب غير متواجد الأم هي المتواجدة في جميع المراحل مرحلة المهد والطفولة المبكرة والطفولة المتوسطة والطفولة المتأخرة على الأم أن تهيئ هذا الجو لهذا الأب من خلال هذا الأب بأن تمدح هذا الأب بأن تقول لهذا الأب أن أبو كذا وكذا ويأمل ويجتهد ويكذ على أساس أن الولد فيما بعد يستطيع أن يتفاهم مع هذا الأب إذن دور الأم هنا دور مهم جدا في تهية الأجواء والعلاقة بين هذا الطفل وبين هذا الأب جميل طيب دكتور يعني دائما في أغلب حواراتنا نوجه الحديث إلى أولياء الأمور ولكن اليوم أنا أقول بأن عقلية الطفل لا يستهام فيها صحيح والأبناء بشكل نعم لذلك أبغي أوجه هذا الحديث للأبناء للأطفال اللي يتابعونه أكيد ولي يوصلهم هذا المقطع بأنه أيضا عليك أنت مسؤولية في هذا التواصل مع أبوك ومع أمك ومع أخوانك أيضا هناك مسؤولية عليك هناك واجب اتجاهك في هذا التواصل وخلق هذا المحيط وهذا التكوين الأساسي في الأسرة نتحدث عن هذه الزاوية جميل جدا نصيحتنا لأيالنا و لأبنائنا أنه لا تنظر اليوم للمرحلة التي أنت فيها وإنما أنظر لما بعد هذه المرحلة لما بيوصل عمرك في المراهقة 17-18-20 سنة من اللي راح يهيئ لك الأجواء في البيت من اللي راح يهيئ لك الأجواء في الحياة إلا هذه الأم وهذه الأب هذا الأب فلذلك عليك بتقوية علاقتك مع أبوك وأمك لأنهم هذين هم الأساس هذين اللي راح يوم الأيام يحتوونك إذا صارت عندك مشكلة لأن لو كان لا قدر الله وقع هذا الطفل أو هذا الولد في مشكلة ما فمن المحتوي لهذا الطفل أو هذا الولد هي الأب وهي الأم هم من يسهرون هم من يتعبون هم من يأنون لذلك والله إن العين لا تدمى عندما ترى بعض الشباب للأسف يفضي بحياته بالسرعة الزائدة أو بمكان غير لائق أو من اللي يتأذى يتأذى هذا الأب وهذا الأم والله وبالله وتالله لو كان الأب أجفى الناس ويرى ابن في هذا الوضع ليبكي دما ليبكي دما يمكن الأب ما يشوف هذا الشيء ولكن الأب من الداخل يغلي لا يهون عليه ابنه ولا بنته لذلك نوجه كلامنا نقول للأب رأفة بآباءكم وأمهاتكم رأفة بآباءكم وأمهاتكم ارحموا أنفسكم وارحموهم يا سلام نعم إذن حديث جدا ممتع لا أريد أن أختم معك دكتور ولكن عدي يقولنا الوقت خلص أنا أشكرك دكتور دائما ما تمتعنا دائما ما تثري محتوانا في زوايا كبيرة جدا وأنت شخص رائع دائما ما تقدم لنا هذه الفائدة طريقة جميلة ولبقة وسهلة يتقبلها العقل والعاطف أشكرا لك أنتم الرائعون في هذه المواضع أطرحك الجميل والرائق المذيع شكرا لك إذن مشاهدين الكرام متواصلين معكم في فقراتنا الصباحية التالية ولكن الآن روح معكم إلى جولة في بعض من المناطق المنطقة الشرقية وعقب لنا عودة